ترجمة نانسي قنقر ممكن تحكيلي شو في؟ ما في شي دورك شو يلي بدك تسمعه؟ أنا بس بدي أعرف شو صاير معك وليش أنت هون ومالك بالصف؟ وليش كنتي عم تبكي؟ وليش ما بدك تحكي معي؟ عفواً لازم أحكي معك لأنه نحن حبيبين أنت قل لي شو لازم ساوي؟ أنت جهزت شي قائمة بالشغلات اللي لازم تعلمني إياه؟ شو يلي عم تقولي؟ أي قائمة؟ ما بعرف رح تسفرني برات البلد وتعلمني على التزلج وشلون ما خاف من الطيارة؟ كيف لازم قوم وقمشي وشلون بقعد وكيف باكل؟ مو بدك تعلمني عاداتك وتقاليدك؟ أنا ما عم أفهم أي شيء؟ متأكد؟ شو رأيك تفكر شوي؟ طيب، أنت مالك بحاجة لتتعلمي أي شيء؟ أي طبعاً مالي بحاجة دورك لأنه أنا هيك مالي مجبورة أتأقلم على حياتك الاجتماعية قال بدك تستأجر لي بيت إلي ولأخواتي كمان يا ترى ليش ما خطر لك تسألني قبل ما تحكي لبيرك هذا الشيء؟ وكأنك عم تتصدق علينا اسحك تفكر بهذا الشيء مرة تانية شبوس الخطر لك ما بصير هيك يا أولاد، أنتوا ما عم تشربون شيء؟ طلعوا هاي وصفتي الخاصة بتحضير العصير يعني بيستهل إن كنت جربوه شكراً سوزان خانوم أنا ما بدي وإنت عمر؟ والله أنا بشرب سوزان خانوم أوه أخيراً حدا قبل يشرب مني والله أنا ما قدرت أبداً خلي هاركة تحب الفواكي من لما كانت صغيرة بس أنا بحب الفواكي جربوه قللي إذا رح يعجبك عن جدها العصير كتير طيب تسلم إيديكي صحتين وهنا ها يمكن لمعلم رضا إجا تمام أنا بشوف آه ما بصير شي نقول خانوم صعب عليك تجي لهون كل يوم يعني نحن منطعميهم ببيتنا لا سوزان خانوم هالمرة ما جو بتأكل جيت لحاكيكي بموضوع مهم تفضلي أنا وشي نقول خانوم رح نطلع لحتى نحكي تفضلي من هون انتو كملوا ليش يجيت مارت عمي اليوم كمان؟ مبين وش مألو؟ والله ما كان واضح عليها انو جابت لنا أكل لا أي أكل أخي ادعي انو ما تاخد المصاري اللي رح نكسبه والله ما بستغرب انو مارت عمي تساوي هالشي ليك؟ عمر شو كنت بدي أقلك؟ هديش لازم نحط من المادة ع الدهان ليصير طريق والله أنا ما بعرف لو يجي لمعلم رضا ونخلص بسرعة قبل ما تجي هاركة هلأ عطيني التليفون لأتصل فيه طلع فيني ما رح يعصب المدير لأنك طلعت بكير؟ لا يا أخي ليش لا يعصب؟ معدل علامات أخوك 97 بكل تواضع تليفونه مسكر عمي بيعرف بالدهان سألو ايه مظبوط رح أتصل فيه ايه ابني قدير عمي انت فاضي شي؟ لمعلم رضا ما اجا وبدأ اسألك سؤال فاضي يقول شو بدك؟ قدش لازم نضيف من المادة ع الدهان من شان يصير طريق آها تمام منتاز كتير منيح صحي شو بدي أقولك كمان؟ بلا ما اتضل زعلان من مرت عمي والله أنا خايفة تسوء العلاقة بينها تكون لا أبدا ما صار أي شي بس مرت عمي اجيت لهون وكانت معصبي كتير بترجعك انسي اللي صار شو؟ شنقول اجيت لأوين اجيت؟ لهون على بيت سوزان خانو ابني هاي مصيبة يا قدير ليه شوفي؟ يا ابني شنقول طلعت بتعرف سمعتنا هداك اليوم لما كنا عم نحكي سوها شو اللي هي بتعرفه؟ بتعرف انه عمر أخوك بيكون ابن سوزان خانو نارت أنا وياها فطلعت من البيت مرت عمك مجنونة أكيد راح تقول لسوزان خانو انه عمر بيكون ابنه عمورتي أنا بتمنى دائما نشوفها الضحكي على وشك يا روحي أمي كأني شايف انك كتير عم تحبي عمر وعم تدليلي هالفترة لا تكوني لاحظت القوة اللي عنده حبيبي عمورة حلو كتير هالبيت متل اللي انت بتحلم فيه مو هيك؟ ايه اسمي ونصيب كل واحد اللي نصيبه بهالدنيا على كلين يعطيكن العافية يلا بخاطركن يا جماعة أخي أخي واقف لوين مرت عمي 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 مرت عمي